شيء تاني ملحوظة تانية نحن لا نؤمن بما يسمى الناسخ والمنسوخ حاشا هذا أولا ينسب ضعف إلى الله وأن الله يغير رأيه الله ما بيغير رأيه رأي الله ثابت لا يتغير ولمصلحة من الله يغير يعني فكره أو رأيه هل لمصلحة النبي فهنا يثير الشكوب فأنا أبحث وأدرس الشخصية حتى أتأكد أنه ليه الله بيغير فكره أو ليه الله بينسخ بجيب آية مثلها أو أفضل منها وهالفكر الله يتغير إذا فكر الإنسان وعقل الإنسان فيه منطق وفيه طبعا يعني قوة على الإدراك فكيف أنه الله يكون ضعيف أو يغير فكره شيء تاني حاش لله أن يكون مثل هذا لأن الكتاب المقدس واضح بقول كلمة الله حية الباقية إلى الأبد ولن تتغير أو كما يقول وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد وهي الكلمة التي بشرتم بها في بطرس الأولى لصحاح الأول شيء تالت ملحوظة تالتي وهذا مهم جدا ندركه أنه الكنيسة من بداية عصر الكنيسة إلى يومنا هذا الكنيسة حاربت وما زالت تحارب كل من يحرف كلمة الله فالكتاب المقدس لا يوجد فيه ما يسمى تحوير أو تغيير أو تبديل لا تبديل لكلمات الله فالله القادر على كل شيء يستطيع أن يحفظ كلمته أيضا إذا الله وعد أن يحافظ على كلمته فإذا لماذا تحرفون كلام الله وعندما تحرف كلام الله هذه التهمة خطيرة جدا فعليك أن تعيد الكرة مرة أخرى وتتساءل لمصلحة من التحريف ومن الذي حرف وأين النسخة الصحيحة وهكذا أسئلة كثيرة إن شاء الله نعطيها حلقة خاصة عن موضوع الوحي ولكن نحن لا نؤمن أن الله يغير فكره ولا رأيه أو بنزل آية لمصلحة مثلا نبي أو أي شخص كلام الله ثابت كلام الله حي كلام الله دستور مرجع لا ولن يتغير واضح طبعا بالنسبة لنا من كلمة الله في الكتاب المقدس فالكنيسة حاربت وما زالت تحارب كل من يحرف كلام الله بل والأصعب تعتبر أنه كل شخص لا يوافق مع الكلمة في الكتاب المقدس تعتبر هرطقة تعتبر بدعة وكانت الكنيسة الأولى تطرد مثل هؤلاء الناس من الكنيسة كانت تطردهم وبتفنيهم أو يعني بتنفيهم ومكتوب لا ينقض المكتوب ما في قوة بشرية يستطيع أن ينقض المكتوب قال يسوع إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة أنت عارفين اللغة العبرية متشبه اللغة العربية فيه النقاط والتحريف والتشكيل حتى بقولك النقطة واحدة من النموس استحالي استحالي تحريف الكتاب المقدس لدرجة أن الكتاب المقدس يحذر بشدة إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات واللعنات المكتوبة في الكتاب المقدس وإن كان أحد يحذف سواء لمصلحة أو يدافع عن دينه أو عقيته أو أي شيء إن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة لاحظ اللي بيحاول يعبث في حرفه ولا في كلمة يحذفها أو يزيدها يعني بتزيد الضربات أو بيحذف اسمك يعني حتى بتهلك وبتفقد الحياة الأبدية في النار جهنم بسبب التلاعب بكلمة الله فواضح أحباء من خلال هذه الكلمات يعني شوف حتى الرسول بولوس بيكتب بالوحي وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان بل بإعلان يعني كان إعلان إلهي للرسول بولوس عن هذا الإنجيل إن كان لدرجة إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيمة كلمة أناثيمة يعني واحدة من الكلمات الخطيرة جداً في لغتها الأصلية بتعني محروم بتعني مقطوع يعني بكلمات أخرى كلمة محروم يعني كأنه هذا الشخص اللي بحاول يعبث في كلمة الله هذا الشخص مخصص للجحيم بعد هذه المقدمة هل يعقل إنه أي واحد عنده الجرأة إنه يحور أو يزيد في كلمة الله طبعاً حاشا اشتركوا في القناة